بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هواب ما ضل صاحبكم وما غواب وما ينطق عن الهواب إن هو إلا وحي يوحاب علمه شديد القوام ذو مروة فاستواب وهو للأفق الأعلى ثم دلا فتدلا فكان قاب قوصين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نسلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنبة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما الضغام لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزاب ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفان تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنسل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جناءهم من ربهم الهدى أن للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن فكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكنا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرته وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيهم سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقناب وأنه هو رب الشعران وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوام فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتبارى هذا نذير من النظر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدون اشتركوا في القناة